السلام عليكم. فيديو النهاردة هشرح فيه برنامج الاسك عشان الناس اللي بتنزلوا ما بتعرفش تستخدمه. اول حاجة هتنزل البرنامج من جوجل بلاي برنامج مساحته خمسة وعشرين ميجا تجي تكتب هنا كلمة اسك. هتلاقي البرنامج معك مساحته خمسة وعشرين ميجا هتنزله. انا نزلته فهعمل له اوبن من هنا. البرنامج بقى لو انت ما عندكش ايميل ممكن تعمل ايميل عليه بحساب الفيسبوك او بحساب الجيميل او حساب الانستقرار. فانا هسجل دخول بالفيسبوك. انما لو عندك انت ايميل بقى هتجي تضغط على كلمة اللي تحت دي. انا هضغط على الفيسبوك عشان اسجل به. اقول له من هنا. بعد كده هعمل هنا اليوزرنام. اليوزرنام ده هو اللي هيزهر بعد كلمة في الحساب بتاعك. واليوزرنام ده مزي اليوزرنام بتاع الفيسبوك او تويتر. ده بتعمله مرة واحدة بس. فما بينفعش يتغير بعد كده. عشان لو حبيته غيره يعني فهعمله حاجة كويسة من الاول. بعد كده هتختار النوع من هنا. وهتقول له صين اب. بعد كده بيقول لك دخل الاهتمامات بتاعتك عشان دي اللي هتظهر في البيو. انت مسيتم بالكارز بالبوكس بالفوت الارتست الكلام ده. فانا انا مهتمة بالكورة. هجيب فوتبول من هنا. وهقول له ده الحاجات ده هعملها مع نفس بعدين يعني. هعمل من هنا سكيب. دي الناس بقى لو انت عاوي استعمل لهم فولو. انا هعمل الخطوة دي سكيب. فتح معك البرنامج واجهة البرنامج بالشكل ده. اول حاجة على اليمين هنا دي دي الاكونت بتاعه. الفولوارز دول دول الناس اللي عاملين لك فولو. اه هنا ما بينفعش تشوفهم يعني انت بتعم انت بتشوف الناس اللي انت عمل لهم فولو انما الناس اللي عاملين لك فولو انت اللي بتعرفي تشوفه. بعد كده القايمة اللي في النص دي دي بينفع تعمل منها تلات حاجات. الشاوت ده اللي انا قلت لك بتبعت اسئلة الناس عشوائية في المنطقة بتاعتك. الناس دي انت مانتاش عامل لها فولو. وينفع تبعت منه النون وبيظهر. يعني انا مسلا لو جيتها بعت مسلا من كلمة كلمة هاي. وجيتها بعت كده. كده بيقول لي انا بعت كده سؤال. في كرة كلمة هاي من غير يوزر لناس في المنطقة اللي انا عايت فيه. تمام? وممكن ابعت بيوزر. اجه هفتح دي كده. اسكو من دي يعني انا هبعت باليوزر بتاعي. هيباني اليوزر بتاعي للناس اللي انا بعت له. كلمة هاي كده. والشاوت اوت ده ينفع تبعت مرتين بس في الساعة الواحدة. اه ابعت كده. كده اتبعت اوه. هاجه هفتح كده. هلاقي في الشاوت محتوط لعداد تسعة وخمسين وعشر ثواني. ده معناه ان انا مش هنفع ابعت سؤال شاوت تاني غير بعد آآ ساعة. تمام? دي دي هتبعت سؤال للناس انت عملهم سواء بيوزر او من غير يوزر. زي ما قلت لك الانون دي معناه انها من غير يوزر. تمام? كلمة مسلا هاي. وهاجه كده تختار من هنا. هو انت عايز تبعت لمين? تختار كده. هيجيب لك الناس اللي انت هنفع تبعت لهم سؤال. وبالمناسبة انت هنفع تبعت سؤال لنفسك. يعني انا انا اعجب مسلا نفس كده. واعلم صح. تمام? وهاجي. اضغط هنا. كده انا جاي للسؤال. تمام? كده كلمة هاي جاي لسؤال اهيه? ومن غير يوزر. مين اللي بعت للسؤال انا مش عارف. تمام? انما لو انا عاوز ابعت سؤال بيوزر. هاجي افتح دي كده. اسكوا بالني وهامل كلمة هاي. واختار من هنا مين اللي ابعت له. بعد كده اختار ده. واضغط هنا. اهو. جاي لسؤال بيوزر اهو. انا ابعت السؤال لنفسي. لو اي حد تاني بيوزر تضغط على السورة بتاعته كده. هيدخلك على الاكاونت بتاعه على طول. تمام? بعد كده تالت واحدة معنا اللي هي البول. ان انت بتعمل فوت بين حاجة معينة. انا مسلا معايا سورتين ومحتار احط واني واحدة في مبروفيل. فهاجي كده اعمل بول. واختار السورة دي من هنا والسورة دي من هنا. ولو عايز اكتب كلام من هنا واعمل كريد بول. اقول مسلا يا جماعة انا عايز السورة دي او السورة دي. تختار ايه? وعلى حسب بتبتدي تحدده كده. وممكن تعمل ده من اي حاجتين محتار بينهم وكده. بعد كده ادخنا الرابعة دي اللي بنع اليمين. دي اللي بيجي لك فيها ايه الاسئلة والانصارات واللايقات والمنشان. اول واحدة دي اللي علمت الاستفهام دي الاسقاط اللي جاية لك. تمام? الناس بعدتلك اسقاط وكده. فتبتدت لو جاوبت على حاجة فيهم هتبتدت تروح على الول بتاعك فانصرك انها بصد يعني. تمام? تاني حاجة دي لو انت بعدت سؤال لحد يعني انا السؤال اللي انا بعدته من شوية. ردت عليه واحدة ايه. تمام? آآ ردت هنا ايه. لو انا مسلا عايز احط له لايق كده. ولو انا عايز اعمل لها اللي يقدي لها كوينز اللي هي الخانة التانية دي. ممكن تدي عدد لها نهائي من الكوينز يعني مسلا تضغط عليها تاني فانت بديت كوينز تاني. تمام? وينفع تشيل اللايك بس ما ينفعش تشيل الكوينز. لو ضغطت على الكوينز هتدي كوينز تانية. تمام? طيب لو انت عاوز يعني مسلا بتتناقش مع واحد في موضوع مسلا معين او بتسأله على حاجة معينة. وهو اجاوب عليك فانت عاوز تستفسر منه على حاجة تاني. هتيجي على كلمة كيب اسكنج دي وتقوم باعت له سؤال تاني. تمام? مسلا باعت كلمة وي مسلا. وتضغط عليها. هيروح له هيبقى موجود الانصارات عنده عبارة على هيئة شات كده. تمام? لان الاسك ما فيوش شات. ما فيوش شات زي الفيس ولا تويتر ولا الكلام ده. تمام? بعد كده القائمة اللي فيها القلب دي. لو حد عمل لك لايكات وكده بيزهر لك في القائمة دي. بيقول لك فلان عمل لك لايك مسلا على انصار كزا. الكلام ده. بعد كده تلات نقط دول. دي لو حد عمل لك منشان في حاجة مسلا انا نزلت انصار عندي وعملت منشان لواحد صاحبي. فبيروح له في القائمة دي ان انا عملت له منشان. طيب لو حد عمل بول من اه اللي هو الفوت من الناس اللي عندي بيجي لفي القائمة دي يقول لفلان عمل بول لكزا اضغط عليها انت شوف. تمام? بعد كده القائمة الاحيرة دي معنا. الول دي الانصارات بتاع الناس اللي عندك على البروفيل. انت لو عملت فلو الناس معينة هيزهر لك في الول هنا الانصارات بتاعته. بعد كده دي دي بيبقى موجود فيها يعني مسلا ناس كتير عاملين دصوات على حاجات معينة. طيب بيبقوا مترتبين ازاي? على حسب الناس اللي عاملين يعني بيجوا كده بالترتيب هتلاقي ده تمانية وتلاتين فوت اهو. لازم تلاقي اللي وراقه اقل منه. اده عشرين فوت. بعد كده دي الانصارات اللي جايب على لايكات اكتر. وكورينات اكتر برضو. انت تجي تبص هنا هتلاقي الانصار ده جايب خمسة وستين ده التلات شغط دول بتاعي والسيتنج والحاجات دي كلها. طيب دي دي اللي احنا عمنا عليها بتاع الاكاونت. الفول نيم بينفع يتغير. واللوكاشن بيتغير والبير بيتغير. الويب دي لو انت عاوز مسلا تضيف اللينك بتاعك بتاع الفاس تحطه هنا. عاوز تحط اللينك بتاع تويتر. عاوز تحط الواتساب بتاعك. عندك قناع اليوتيوب عاوز تحطها. عندك موقع على جوجل وتحطه. كلام ده كله. بعد كده الفون نمبر ممكن تضيف رقم الموبايل بتاعك من هنا. باقي الحاجات دي احنا شرفناها. ايه اباوت اسك اف ام دي لو انت عاوز تحدس الاصدار بتاع الاصك. هو هنا بيقول ان الاصدار بتاعي احدث اصدار فمش محتاج ان انا احدثه. الاصك ده بينفع يتفتح من المتصفح ومن يعني انت مسلا لو ما معاكش يمسح. ممكن ان انت تفتحه من من المتصفح. اواجهكم ازاي بتتفتح من المتصفح. هتيجي مسلا في جوجل كوروم. وهنكتب مسلا اصك. اف ام. تمام? هتيجي تجيب اول واحدة هنا كده. بيقول لها تفتحه بالأبليكيشن. لا اقول له انا افتحه بجوجل كوروم. يهو. بعد كده انا هعمل لوجين. وادخل الايميل والباسورد. فتح معي الاكاونت بتاع الاسكا هو. يقول لي لو عايز تحفز الباسورد. عمل له سيف. بس اعمل له نيفر. تمام? من المتصفح هتحسه مختلف شو عن البرنامج. بس هيها نفس الحاجات. ادي قيمة القيمة الاولانية هنا دي. دي اللي فيها وال والدسكافر زي ما شرحنا. قيمة اللي جنب منها. دي فيها الاسئلة. دي الاسئلة هنا الناس بعتها لي. بعد كده القيمة اللي هنا دي. اللي في النص. دي اللي فيها البروفيل بتاعي. دي اللي هنا دي الانصارات اللي هي مكتوبها بوستس دي. عند اربعة تلاف تسعمائة تسعة وسبعين. دي البوستس. اللي جنب منها دي اللايكس. الفولوارز هم. بس الفولوارز انا ما بنفعش اشوفهم زي ما قلت لكم. انما الناس اللي انا عمل لها فولو ينفع اشوفها عادي. قيمة اللي جنب منها دي. اللي هي الناس اللي انا عمل لهم فولو. بعد كده القيمة دي. دي فيها الانصارات بتاعي. تمام? القيمة دي نفس القيمة اللي موجودة في الابليكيشن. دي دي القيمة اللي فيها كل حاجة للاسئلة. قيمة قول دي. فيها اللي بعتها لأسئلة. بعد كده القيمة اللي جنب منها دي. دي فعل انصارات بس. انا مسلا كنت باعت اسقاط الناس. الناس جاوبت هم? بعد القيمة بتاعتي القلب دي. اهو. فلان لايك سيور انصار. فلان لايك سيور انصار. فلان لايك سيور انصار. كده. وبكده يكون انتعش عرحنا الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة